السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعطيكم العافية جماعة معكم أخوكم نواف لسويد وهذه مراجعتي لسماعة الأبل ايربودز الجيل الثالث دعونا نقول بسم الله ونبتدي في سنة 2016 تم طرح الجيل الأول من الايربودز وفي سنة 2019 تم طرح الجيل الثاني من سماعات الايربودز وبعدها بفترة كصيرة تم طرح سماعات الايربودز برو وهالسنة تم تقديم الجيل الثالث من سماعات الايربودز اللي تعتبر أفضل وأنجح سماعة لاسلكية في العالم والجميل فيها أنها تشتغل على أجهزة أبل وكذلك أجهزة الأندرويد المميز بالجيل الثالث من السماعة وهو التغيير في تصميمها بحيث أنها صارت الحين مشابهة لتصميم الايربودز برو لكن بدون رؤوس السيليكون وتصميم العلبة نفس تقريبا تصميم علبة الايربودز برو لكنه أصغر في الحجم والحلو فيه أنه يدعم الشحن باستخدام الماكسيف وهالشي أيضا تم إضافته لعلبة الايربودز برو الحالية فأي واحد الحين يبي يشتري سماعات الايربودز برو لازم يتأكد أنها من النسخ الحديثة اللي تدعم شحن الماكسيف إذا كان يبي هذا الشيء سماعة الايربودز الجيل الثالث نقدر نعتبرها الايربودز برو مصغرة نفس المواصفات تغريبا نفس الأداء فيها مقاومة للتعرق والماء لكنها مو ضد الماء فيرحم والدين والديكم أرجوكم لحد يسبح بالسماعة تكفون السماعة مو ضد الماء هي مقاومة للماء والتعرق أوكي؟ فيها كذلك الصوت المحيطي The Spatial Audio وفيها كذلك معادل الصوت التكيفي The Adaptive EQ أو The Equalizer أغلب المميزات هذه راح تحصلونها في الايربودز برو لكن ما راح تحصلون في الايربودز الجيل الثالث ميزة عزل الضوضاء وكذلك ما فيها رؤوس السيليكون أيضا تم تحسين عمر البطارية واستخدام السماعة فالسماعة الحين راح تعطيك لغاية 6 ساعات استماع و 5 ساعات استماع إذا كنت مشغل الصوت المحيطي مقارنة بالخمس ساعات اللي كانت تقدمها الجيل الثاني أو سماعة الايربودز الجيل الثاني والأربع ساعات ونص اللي تقدمها سماعة الايربودز برو وكذلك علبة الشحنة الحين راح تعطيك لغاية 30 ساعة إنه أنت ممكن تشحن السماعات وممكن إذا حطيت السماعة بالعلبة لمدة 5 دقايق راح تعطيك استماع لمدة ساعة أو مكالمات لمدة ساعة حق الخوات اللي لوك لوك وايد أنا صراحة عن نفسي وغايد حبيت الايربودز الجيل الثالث مواصفاتها قدراتها حجمها مقارب للأيربودز برو وسعرها فقط بـ 180 دولار مقارنة بالأيربودز برو اللي سعرها بـ 250 دولار وايد أشوف سعرها ممتاز للي تقدم هذه السماعة أول ما نزلت سماعة الايربودز برو الناس قالت وايد ممتازة ولكن سعرها عالي حاليا تم تقديم تقريبا نفس مميزات سماعة الايربودز برو بدون الأشياء اللي بعض الناس كانوا ما يحبونها وبسعر مقارب إلى الايربودز العادية أكثر من النهية إلى الايربودز برو فسعرها أشوفها وايد ممتاز مناسب حق هذه المواصفات وخاصة حق هذه السماعة تجربة السماعة بالإذن صراحة جدا مريحة ما تأذي أو تخليك تحس أن في شيء مسكر أذونك نفس الايربودز برو مع القطع السيليكون اللي موجودة فيها فالسماعة رح تعطيك إحساس بالراحة أثناء استخدامها كأنك مو حاط سماعة بإذنك صراحة يعني استخدمتها أكثر من يوم ما قاعد أحس بأذية والسماعة بإذني ما قاعد أحس أصلاً كأن السماعة بإذني بعكس الايربودز برو اللي تحس مثل في شيء قامت راسك أو ماسك راسك خاصة إذا شغلت العزل رح تحس فعلاً بـ أوكي فيه إلغاء للضضاء وهذا شيء وايد حلو لكن مجرى الهواء والأشياء هذي كلها رح تسكر فتحس إنه فيه شيء ضاغط على راسك وأذنك السماعة هذه وايد مريحة بالاستخدام داخل إذنك رح تحس إنه فيه مجرى خفيف للهواء أوكي هي مسكرة ولكن مو نفس الأيربودز برو أو السماعات اللي يكون فيها قطعة سيلكون اللي تسكر كامل الأذن فجداً أريح بالنسبة اللي شفتها مقارنة بسماعات الأيربودز برو كذلك وايد الشعور حلو إنك أنت تستخدم السماعة والظل تسمع اللي حوالينك والأشياء المحيطة فيك فوايد صراحة حسيت بفرق مقارنة مع الأيربودز برو نعم العزل للظوضاء وايد وايد ممتع بالأيربودز برو لكن إنك تسمع اللي حولك وإنت تستخدم السماعة لها شعور مختلف بعكس العزل اللي حسسك إنه فيه شيء يمسكر أذونك والصوت كان يطالع من داخلك شيء حلو العزل في بعض الأماكن وبعض المواقف أنا جدا أستمتع فيه بالنادي وأماكن فيها ناس مزعجة فأحب إن أنا أستخدم الأيربودز برو لكن عن نفسي أشوف سماعة الأيربودز الجيل الثالث أريح للإذن وأخف ولها جو مختلف عن الأيربودز برو والشيء اللي للأسف طول عمري ودي أقول إنه تغير لكن لا زال مشكلة بالنسبة لي خاصة باستخدام سماعات الأيربودز والسماعات اللي بدون قطع السلك ومشكل عام إنها هي ما تثبت بأذوني نعم السماعة أثبت من الجيل الثاني والجيل الأول لكن لا زالت غير ثابتة خاصة من بشرتي دهنية فسهل جدا إنها تزلك واتطيح أثناء الرياضة أو الحركة فلازم أستمر بتنظيف السماعة وأنظف أذوني وخليها شوي تغريبا تكون جافة علشان أقدر أن أنا أستخدم السماعة وأثبتها وهذا الشيء لازم أسويه باستمرار علشان الضلثة بشكل ممتاز إذا السماعة ثبتت تعطيك تجربة جبارة وممتازة جدا لكن إذا كل شوي راح تطيح وكل شوي بتقع تركب وتقع تنظف وتحط يعني صراحة مرات تتنرفز وتبي تطيقها بالطوفة فإذا كنت من نوعية الناس اللي جربوا الجيل الأول أو الجيل الثاني بدون رؤوس السيليكون والسماعة تثبت بأذونك بدون مشاكل وتحس براحة باستخدامها أهنيك وأحسدك آسف أغبطك ما أحسدك أغبطك بأن عندك هذا الشيء وأقول لك توكل على الله واخذ سماعة الأيربودز الجيل الثالث لأنه راح تكون جدا جدا ممتعة بالاستخدام أما إذا كنت نفس حالتي السماعة ما تثبت بأذونك ممكن شيب أو طريقة شكل أذونك ما تركب عليها سماعة أو أن أنت ما تثبت بأذونك السماعة إلا من خلال الرؤوس السيليكون فما لنا إلا الأيربودز برو أو أن أنت تشتري أي علاقة مثلا تثبت فيها أو قطع تثبتها على السماعة هذه علشان تثبت بأذونك أو تشتري أي سماعة ثانية غير سماعات الأيربودز طبعا ما أنصحك به شيء يعني خلك على الأيربودز بس يعني بين البرو وبين هذا السماعة صراحة تجربتها جدا ممتازة خاصة مع تشغيل الصوت المحيطي جدا جميلة هذه الميزة وفيها حاليا موجودة في الجيل الثالث وكذلك في الجيل الأيربودز برو وهي مع التحديث الـ 15.1 الصوت المحيطي صار فيه ميزتين الصوت المحيطي الثابت أنه يكون محيط على الرأس وفيه الصوت المحيطي المتحرك مع حركة رأسك فكلما تحرك رأسك راح تحس أنه صوت ثابت في مكان ولكن فيه حركة يعني بس الصوت تحسه آيك من مكان واحد فشي جميل يعني ما أقدر أوصف لك إياه ولكن لازم تجرب هذا شيء عشان تشوف روعته وحلاوته تجربة التسجيل الصوتي والمكالمات يعني متقاربة مع سماعات الأيربودز برو الآن الصوت زين مواو والعزل الضوضاء حولك حلو كنت أتمنى الصوت يكون أفضل وأقوى لكن بلوتوث يعني إلى الحين ما طلعت لنا سماعة مع مايكروفونات ممتازة تشتغل بالبلوتوث أو الوايرلس فنتمنى أن هالشي يتعدل إن شاء الله بالمستقبل يقولوا يا رب إن شاء الله يكون سماعة وايرلس وأداءها بالمايكروفون يكون ممتاز إن شاء الله يا رب السماعة صراحة جميلة سعرها ممتاز عملية بشكل كبير وأنصح فيها أي شخص ما يحب رؤوس السيليكون ولا يبي يعزل الضوضاء إن ياخذ الأيربودز الجيل الثالث بدون أي تردد أما عن نفسي فأنا راح أستمر باستخدام الأيربودز برو لأنها السماعة اللي تثبت بإذني للأسف كان ودي إن أنا أستخدم الأيربودز تري ولكنها ما تثبت الحين لو بندخل موقع أبل راح نلاقي إنهما لازالوا يبيعون ثلاث سماعات أو ثلاث إصدارات الأيربودز برو الأيربودز الجيل الثالث والأيربودز الجيل الثاني شو نوضع الأيربودز الجيل الثاني يعني ليش قاعد تبيعون الجيل الثاني وإنتوا نزلتوا الجيل الثالث سؤالك حلو خوي أنا جاوبك أقول لك سماعت أبل الجيل الثاني حق أثنين أو ثلاثة يعني ثلاث نوعيات من المشتريين أو المستخدمين يقدرون يشترونها أثنين منهم أولاً الناس اللي مو حابين تصميم السماعة للبرو والتصميم الجيل الثالث نفس تصميم البرو فإذا مو حاب بالتصميم خلاص يعني مالك إلا الجيل الثاني هذا واحد أثنين الناس اللي يستخدمون أجهزة قديمة مثل الآيفون 6 الآيفون 5S الآيفون 3 و 2 أو الآيفون الجيل السادس أوكي أجهزة واحد قديمة ولكن ممكن فيه ناس لا زالوا يستخدمونها الآيفون الجيل الثالث والجيل والبرو سوري ما يشتغلون على هذه الأجهزة فقط الآيفون الجيل الثاني تشتغل على هذه الأجهزة فإذا أنت تستخدم آيفون 6 آيفون 5S آيفاد ميني 2 و 3 والآيفود الجيل السادس ما راح تقدر تشتري إلا الجيل الثاني إذا تبيه آيربودز يشتغل مع هذه الأجهزة أوكي أوكي النوع الثالث من الناس اللي يشوفون الآيفون الجيل الثالث والآيفودز برو غالية ويابي سماعة رخيصة فالجيل الثاني راح يكون أرخص هذه الأنواع فممكن أنه يأخذها سعرها بـ 130 دولار تقريبا وممكن في بعض الأماكن يسوون عروض أو يسوون صحوبات فتقدر تحصلها بأرخص من شديد فهذه الثلاثة اللي ممكن يشترون الجيل الثاني من سماعة الإيربودز السماعة تسوى نعم تسوى إذا عندك برو تسوى تأخذ الثالث إذا كنت كاره التبس إذا مو حاب قطع السيليكون ممكن تأخذ الجيل الثالث إذا ما تبي العزل ممكن تأخذ الجيل الثالث أما إذا أنت عاجبك العزل بسماعات البرو وعادي عندك التبس أو الرؤوس السيليكون فما لا داعي أن أنت تشتري الجيل الثالث إذا عندك سماعة الإيربودز وبرو أما إذا عندك الإيربودز برو الجيل الثاني أو الجيل الأول أو ما عندك سماعة الإيربودز فهذه اختيار جدا جدا ممتاز وبس هذا اللي عندي اليوم شكرا لكم على المشاهدة لا تنسون إذا كانت هذه زياراتكم الأولى للقناة الاشتراك وتفعيل جرس التنبيه علشان توصلكم تنبيهات المقاطع أول بأول وهذه حساباتي في شبكات التواصل الاجتماعي تسعدني متابعتكم شكرا لكم مرة ثانية وشوفكم إن شاء الله في المقاطع القادمة مع السلامة